بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائي سوف نقوم من خلال هذا الفيديو نتحدث عن نظرية فيتاغورس وطالس لي بيام الفين وسبعة. إذا قال في الأول أرسم المثلث A B C القائم في A حيث أعطيت لنا A B أربعة ونصف سنتيمتر وال B C سبعة ونصف سنتيمتر وثم قال أحسب A C ثم ننطلق يعني نقطة بنقطة. إذا لننطلق على بركة الله في السؤال الأول أبنائي قال أرسم المثلث A B C القائم في A. ما معنى القائم في A ابنائي معناها سوف نقوم برسم مثلث قائم لا لاحظوا جيدا. ها هو المثلث كيف هو قائم. يقول أحدكم الأجهزة يا أستاذ ها هي معنا الأجهزة أبنائي سوف نتابع إذن ها هي المنقلة. مثلا ها هي المنقلة ونتابع كيف نعين 90 درجة. أولا نأتي بهذا الخط. ها هو خط. لاحظوا. هكذا الخط. ونأتي بـ 90 درجة معناها هي المنقلة ونقوم هكذا أو بالكوش لأن عندنا 90 درجة سهلة المنال في أعمال الرسم. هذا. الآن بقي لنا شيء آخر نتابع جيدا. عندنا يا أبنائي لاحظوا. هنا نقوم بقلت بالرسم. هذا الخط وهذا الخط بدون أن حتى الآن لم نعين بعد ماذا لم نعين الأطوال. إنما عينت هكذا مثلث قائم أنه قائم في النقطة ذات النقطة هذه هي النقطة لاحظوا جيدا أبنائي حتى تعلموا. إذا ها هي النقطة هنا المثلث كيف هو قائم في النقطة. انظروا وتابعوا. ركزوا أرجوكم حتى تعلموا أبنائي إلى هذا التمرين الذي تعلمنا من خلاله نظريت فيتاغورس ونظريت فيتاغورس. ثم نأتي بالمستارة. ها هي المستارة. قال ماذا A B كم. A B قال يا أبنائي أربعة ونصف. لم نأتي إلى الأربعة ونصف. إذن ها هي الأربعة ونصف تظهر هنا أمامكم هنا. هنا النقطة ماذا النقطة B. ركزوا أرجوكم. ثم قال ماذا. قال B C. B C لهو الوتر. نأتي إلى الوتر. ونأتي بالمستارة ونضح مثلا في هذا الموضع. ونأتي هكذا ونقلب المستارة. ونبحث عن سبعة ونصف. سبعة ونصف. ها هي يا أبنائي هنا. لاحظوا في هذا الموضع. ها هي. يعني في هذا المكان هنا تكون سبعة ونصف. وهي النقطة. ثم الآن نعين النقاط بأبسط طريقة. إذن هنا النقطة C. وهنا النقطة B. والبقية لا نحتاجه. إذن ونكمل مع الرسم نقطة بنقطة. ها كذا أبنائي. لاحظوا. بهذه البساطة. ثم الآن. ها كذا أبنائي. ثم نقوم بالمحي. تابعوا يعني الأمر جد جد بسيط. ثم نمحي ها كذا. ونمحي كذلك. ها كذا. تابعوا جيدا أبنائي. كيف تكون أمورنا جد منظمة. إذن ها هو المثلث. هذا هو يا أبنائي. المثلثة. A B C مرسوم بقيم كيف هي مضبوطة. فقط. طول كل يعني عندنا الطول هذا اللي هو أربعة. عفوا. إذن هذا الطول قلنا هو أربعة ونصف سنتيم أكيد. وعندنا هنا سبعة ونصف كذلك سنتيم. يبقى لنا الآن الأسئلة التي سوف تطلب. إذن هذا هو المثلث. لا أدعي الآن إلى الأبعاد نتركها إلى نفسها لأنها هي موجودة في نصف التمرين. إذن نحتاج الآن إلى مثلثنا. نتطلق إليه يعني نأتي منه من نسخة. حتى لما نقوم بعملية الكتابة عليه لا يحدث لنا أي إشكال. ثم نترك المثلث في هذا الموضع. لاحظوا. الآن أبنائي بعدما أكملنا مع هذا السؤال قال أرسم. نأتي الآن إلى حساب ماذا؟ حساب أس. إذن حساب الطول أس. ولا ننسى أبنائي أن نحن نتعامل مع السنتيمتر. لو تلاحظون جيدا إلى المثلث كيف هو؟ المثلث قائم. بما أن المثلث نقول بما أن المثلث A B C قائم في النقطة A. يعني حسب ما تكون قائم في A أو في B أو في سلاياهم. فإن حسب نظرية في تغورس. تابعوا جيدا. في تغورس. عفوا سوف نكتبها بخط واضح. في تغورس. فإن إذن بما أن فإن حسب نظرية فإن ماذا أبنائي عندنا القاعدة ماذا تقول؟ يا أبنائي ماذا تقول القاعدة؟ تابعوا أرجوكم. القاعدة تقول أن بي سي. نكتب. بي سي مربع. يسوي ماذا؟ يسوي أنه A C مربع. عفوا. A B مربع. زائد ماذا؟ زائد A C مربع. إذن A B مربع. زائد A C مربع. بالرغم هو الجمعة مالية تبديل. زائد A C مربع. وطلب منا ماذا أن نحسب ماذا يا أبنائي؟ أن نحسب A C. إذن ها هو الـ A C هو أصبح هو الذي مجهول. يعني له علم تستفهام. يعني لا نعرفه. ما رأيكم يا أبنائي لو ننقل هذا إلى هذا الطرف؟ فتصبح لنا نحن نعلم بما أن إذا نقلنا عدد من طرف إلى طرف فيغير إشارته. فتصبح لنا B C مربع ناقص A B مربع يسوي ماذا؟ يسوي أنه A C مربع. تابعوا. عندنا الآن نكمل. تقول القاعدة درستم أن إذا كان شيئا مربعا إذا نزعنا التربيع نضع الجذر. فتصبح لنا A C يسوي. الجذر تابعوا أبنائي حتى لا تخافوا. هذا اللي هو B C مربع ناقص A B مربع. يعني إذا نزعتم هذا التربيع قاعدة تقول لكم ضعوا هذا الجذر. هذا الشيء درستموه. عفوا. هكذا. ثم أبنائي ما علينا الآن إلا إتيان بالقيم الموجودة فقط. عندنا كل قيمة موجودة على هيدا. ها هم القيم. تابعوا جيدا. ها هي القيم يا أبنائي. واركزوا معي نقطة بنقطة. لتروا بأمي عينكم ماذا نفعل هكذا. إذا تصبح لنا B C مربع. إذا هذه القيمة معناه مربعها. تصبح A C يسوي. جذر 7.5 مربع ناقص 4.5 مربع. تساوي. نأتي بالآلة الحاسبة. يجب أن تعملوا بالآلة الحاسبة. ونقول ماذا. نقول يا أبنائي. سبعة فاصل خمسة مربع. ناقص أربعة فاصل خمسة مربع. تساوي. ونجذرها نتيجة التي نجدها. نجذرها يا أبنائي. فنجد أنها تساوي لنا كم ستة. إذن سوف تجدون يعني A C تجدون تحت الجذر ستة وثلاثون. جربوا ذلك بالآلة الحاسبة. وجذر ستة وثلاثون هو جذره التام إذن يسوي لنا ستة سنتيمتر. ها قد الآن يا أبنائي. وجدنا A C بأبسط طريقة. هي ستة. ولو نأتي. ركزوا. الآن وجدنا A C ستة سنتيمتر تذكروا ذلك. سوف نكتبها هنا. إذن عندنا A C تساوي ستة سنتيمتر. نتركها هنا عندنا لأننا نحتاجها في بعض الأسئلة التي تأتي بعد. لاحظوا هل نحن على صواب لو نأتي بالمسطرة إلى هذا. هل نجي ستة يا أبنائي أم لا. ركزوا. ها هي المسطرة. تعالوا نتأكد. تعالوا نتأكد هل نجد ستة سنتيمتر أم لا. نحن إنها ستة سنتيمتر. بالرغم نحن قمنا بالتكبير. إذن ها هي الستة سنتيمتر لأن الحدود التي نستعملها يا أبنائي هي حدود كبيرة جدا. هذا هو الجواب يعني لماذا ظهرها كذا. يعني قمت بالرسم بحدود كبيرة ليس بحدود صغيرة حتى يكون الرسم جدا واضح. إذن نحن على صواب. الآن بعدما وجدنا هذا الشيء إذن الآسي وجدناه أنه يسعينا ستة سنتيمتر. تابعوا جيدا يا أبنائي. نأتي إلى قال لتكن النقطة أ من أبي حيث. ها هو المثلث أمامكم. قال النقطة أ حيث أبي نترك هذه القيم. إذن هنا حيث أبي تساوينا ثلاثة أ أ. نتحدث مع هذه النقطة لأن السؤال قال عين على الشكل النقطتين. أولا نتحدث عن النقطة أ الأول. قال أبي تساوينا ثلاثة أ أ. ثلاثة أ أ. يعني وأراد منا أن نقسم يا أبنائي أن القطعة أبي. القطعة أبي هذه القطعة. نقسمها على ثلاثة أجزاء. تصبح البعد بين النقطة أ والنقطة أ تساوينا ثلث من هذه القيمة. وركز ما معنى. معنى هنا يمكن أن نقول أ أ أ يساوينا بما أن هذا في درسة إذا كان الفيفا هذا ينقل إلى المقام. فتصبح لنا أبي على ماذا على ثلاثة. يعني أ أ تساوينا أ أ ب على ثلاثة. يعني نقسم لو نكتب أن نزيد الكتابة تصبح لنا أ أ تساوينا واحد على ثلاثة في أ أ ب. ما معنى؟ معنى هالنقطة أ أ. هالبعد أ أ يساوينا ثلث. معنى نذهب إلى القطعة أ بنقسمها على ثلاثة. نقسمها على ماذا على ثلاثة. درسنا يا أبنائي كيفية قسمة قطعة مستقيمة لها يعني لها بعد غير معروف مثلا بالرغم هذه بعدها معروف. لو يعني أن نلاحظ هنا يعني نقوم بتصبح لنا أ أ تساوينا واحد على ثلاثة. في أ ب اللي هو كم أربعة ونصف. فيصبح لنا ماذا؟ فيصبح لنا أ أ يساوي لنا كم؟ يساوي لنا أربعة فاصل خمسة على ثلاثة وتساوينا واحد ونصف. إذا أ أ تساوينا واحد ونصف. إذا نأتي إلى القطعة ونأتي بالمسطرة هنا أمامكم. ها هي المسطرة يا أبنائي. انظروا. ونأتي إلى القطعة أ ب ونقسمها على ثلاث. ثلاثة قطعة كيفية متساوية؟ كيف تتم العملية إذا طلب منا مثلا مرات تعطى لك قطعة هكذا وها بدون أبعد. لا نعرف بعدها. ويقول مثلا قم بقسمتها على ثلاث أجزاء. مثلا. هنا يا أبنائي استعملتم في نظرية طالس هناك قاعدة لتابع. هكذا. لاحظوا. سوف أتيكم أولا تقول القاعدة قم برسم قطعة مستقيمة تعلموا قيسها. أولا تعلموا قيسها. هنا نريد أن نقسم هذه القطعة المستقيمة إلى ثلاثة. أركزوا كيف تتم العملية. يعني نبعد هكذا لا نجعله متطابق عليه فقط أو يوازيه. نجعلوا خطا هكذا واتوا بقطعة. كم تريدون أن تقسموها؟ نريد أن نقسمها على ثلاث. يعني القطعة A, B نقسمها على ثلاث أجزاء متساوية. لو نريد أربعة أو مهما كانت. كيف تتم العملية في الكتاب عندكم؟ كيفية تقسيم قطعة مستقيمة إلى ثلاث أجزاء أو أن جزء. تقول هكذا القطعة. نقسم هنا. واحد. اثنان. ثلاثة. ها هي الثلاثة. هنا ثلاثة. أفوا. هكذا. ركزوا الرقم. ثم ها هي كيف تتم عمل القسمة. إذن ها هو السنتيميل الأول. وها هو الثاني. وها هو الثالث. ثم تقول القاعدة يا أبنائي قم بالربط من أول من أبعد نقطة. هي هذه. هكذا. واحد. ثم نجعل الخط الثاني موازيا. ها هو القسم الثاني. هكذا. ثم. عفوا. ثم. ها هو أركزوا أرجوكم. ها هو. ها هو. ها كذا موازي. ثم. ها كذا يا أبنائي. موازي. عفوا. ها كذا. ها هي. قسمت إلى ثلاث أجزاء متساوية. ركزوا أرجوكم. ها كذا قلت. عفوا. يعني موازي. ها كذا موازيا. ثم هذا يكون كذلك موازي. عندكم أنتم المستارة. الآن قسمت هذه القطعة المستقمة إلى ثلاثة أجزاء متساوية. لو كانت مثلا هنا القطعة مقسومة قال مثلا هنا A B على السبعة. نعين قطعة مستقمة طولها هنا كما أشير بالمسطرة إلى سبعة سنتيمتر. ونقوم بنفس القاعدة فقط. يعني لاحظوا الأمر كم هو بسيط يا أبنائي. ثم هو قال ماذا. قال A B على ثلاثة. إذن هنا قال A E تساوي لنا ماذا. تساوي لنا A B على ثلاثة. إذن A E تساوي A B على ثلاثة. يعني تساوي لنا ثلث. إذن تكون تلك النقطة في هذا الموضع يا أبنائي. فتكون النقطة ماذا. النقطة A بأبسط طريقة. هنا كما أشير في هذا المكان. لو قال يا أبنائي. A E تساوي لنا 2 على ثلاثة. A B. فتلك النقطة يا أبنائي سوف تكون في هذا الموضع. لأن هنا. لاحظوا هنا الصفر. هنا واحد. هنا اثنان. وهنا الثلاثة. إذن تصبح لنا كم القطعة مقسمة على ثلاثة. تصبح اثنان على ثلاثة. لكن هنا واحد على ثلاثة. هو الذي جاءنا في هذا المثال يا أبنائي. حتى تتعلموا إلى هذه الأمور البسيطة. الآن النقطة A قد عينتها ومكانها. نأتي الآن إلى النقطة. كذلك النقطة D. إذن هكذا تعين القطعة. ركزوا أرجوكم. وتذكروا أننا وجدنا أن A تساوي لنا كم واحد ونصف. إذن A تساوي واحد ونصف سنتيمتر. تابعوا نقطة بنقطة. الآن أبنائي بنفس الخطة نأتي إلى دي سي. لاحظوا دي سي تساوي لنا كم. تساوي لنا اثنان على ثلاثة. ما معنى؟ معنى أولا لاحظوا دائما عليكم أن تذهبوا إلى هذا المقام به تقسمون عدد هذه القطعة. يعني نقسمها كم؟ نقسمها على ثلاثة. لو كانت هنا مثلا سبعة لا نقسمها على سبعة. يعني حسب العدد الموجود في المقام ليس في البسط. ركزوا أرجوكم. إذن ماذا تصبح لنا يا أبنائي؟ لاحظوا سوف نأتي بنفس الخطة. بالمسطرة. ها هي المسطرة يا أبنائي. تابعوا. ونأتي إلى القطعة بنفس الخطة. ركزوا هكذا. نقلب. تابعوا. كيف يبس الطريقة. نأتي بقلب هذه المسطرة هكذا. ونرسم نفس الخطة. هكذا لا يهم. لا دعي أن يكون موازيا للأول. هكذا مثلا. ونقسمها على ماذا؟ نقسمه على ثلاث سنتيم. واحد. لأننا نحتاجها إلى ثلاثة. اثنان. ثلاثة. ها هي الثلاثة. ثم قلت نعين تلك. هكذا نعين سنتيم ثلاثة. واحد. اثنان. ثلاثة. ثم ننطلق في عملية التقسيم. أول خط يرسم هو هذا الأبعد. هنا. ثم الذي جاء بعده موازيا كذلك. هكذا. ثم الذي بعده. هكذا بالمسطرة معنا. ها هي قد قسمت يا أبنائي. هذه القطعة إلى ثلاث أجزاء متساوية. ليس بالذورة متساوية مع هذه. لا. ليس هذه مع هذه. لا. إنما متساوية هذه مع هذه مع هذه. يعني كلها قطعة متساوية. هكذا نظرت في النظر الطالس هي من علمتنا ذلك. لاحظوا الآن إلى القطعة. دي سي. دي سي. لم يتحدث مع النقطة A. مثل ما تحدث في الأول مع النقطة A. لأن النقطة هنا لو تدققوا معي. ركزوا. هنا خلف. هنا. A B يسوينا A. A E. أما هنا خلف. يعني جاء إلى دي سي. وكأنما المرجع أصبح هي النقطة C. هنا لاحظوا المرجع. المرجع هنا يا أبنائي في هذه. في السؤال الأول. المرجع هنا هو النقطة A. لاحظوا. أما النقطة هنا لاحظوا المرجع ما هو. هو النقطة C. هو المعلم. بداية المعلم كأنما. لاحظوا هنا يا أبنائي. إذا ماذا نفعل. نقول. قاسمنا يقول. D C. إذن النقطة C. النقطة D. تقع على ماذا. على مرتين من ثلاثة من A C. A C كم هو طولها. A C أصبحت هي ثلاث وحدات من هنا إلى هنا. ليس السنتيمتر. لا يهمنا إلى السنتيمترات. يهمنا أنها كم. تصبح لنا. قال. إذا لاحظوا. هنا. ها هي ثلث. ها هي ثلثان. تقع في هذا الموضع. تلك النقطة D هنا. كما أشير. لأنها هي تبعد عن ثلثان من A C. تابعوا. إذا تصبح النقطة D يا أبنائي. لاحظوا. في هذا الموضع. نسميها نقطة. ماذا. نقطة D. هكذا تتمت الآن عملية الرسمة. بنجاح 100%. بالرغم أن ماذا. أن دي سي تصبح تسوي لنا ماذا. إثنان على ثلاثة. آسي. ها هو الآسي. الآسي هو كم. هو ستة. تصبح كم. تصبح. لاحظوا بأمي عينكم يا أبنائي. إذن الآسي قلنا كم. هي الثلاثة. هي الستة. فتصبح لنا ستة. هذا يختزل مع هذا. فتصبح لنا كم يا أبنائي. تصبح لنا أربعة. لماذا أربعة. لأنها تصبح لنا قلت. دي سي تسوينا إثنى عشر على ثلاثة. وتسوينا أربعة. بهذه البساطة. نعم ونحن على سواب أربعة. لأن هذه فيها اثنان سنتيمتر. وهذه اثنان سنتيمتر. وهذه اثنان سنتيمتر. إذن أصبحت كل تدريجة كم فيها؟ فيها اثنان سنتيمتر. إذن دي سي تصبح كم؟ تصبح أربعة سنتيمتر. سوف نتركها هنا لأننا نحتاج هذه الأطوال كليا. الآن ها هو الشكل يا أبنائي. قال أنشئ. ها قد أنشئنا ذلك. أنشئنا ذلك بطريقة جد بسيطة. الآن أبنائي سوف نأتي إلى السؤال الذي جاء بعد. سوف نقوم بجلب هكذا الشكل معنا. وتابعوا بأمي عيوني. لاحظوا. قال بين أن أراد منا أن نثبت هذه العلاقة. تابعوا جيدا هذه العلاقة يا أبنائي. نقول البرهان أن بي سي. لاحظوا نأتي إلى الشكل ونعين أمام أعينكم. بي سي. إذن قلت بي سي. ها هو كمستقيم ليس كقطعة مستقيمة. هكذا. سوف أرسمه كمستقيم. انظروا. قال مستقيم لا يهمني أن تكون قطعة أو. ها هو مستقيم. كمستقيم بي سي. يوازي دي أ. يوازي لنا دي أ. ها هو الدي أ. تابعوا يا أبنائي. هكذا. انظروا بأمي عينكم. هكذا. هراد منا أن نثبت هذا التوازي. يا أبنائي درستم في نظرية طالس. نظرية العكسية لطالس. ماذا تقول نظرية العكسية لطالس. إذا نقول. تابعوا جيند يوجد هنا عندنا نسبية. ما هي النسبية يا أبنائي التي. إذا وجدنا تلك النسبية فنقول على أن. بي سي يوازي دي أ. ركزوا هنا. وتابعوا نقطة بنقطة. تقول. نظرية. إذا كان هذا. على ماذا. على هذا. يساوي ماذا. يساوي لنا هذا. على ماذا. على هذا. فإن المستقيمان متوازية. ركزوا أعيد. أبنائها تتعلموا إلى هذه القاعدة. قلت إذا كان. سوف أتيكم هنا وأكبر شكله. لاحظوا هكذا. تقول القاعدة إذا كان. أ أ. على آ بي. يساوي لنا آ دي. على آ سي. هذه النسبية متساوية. فإن المستقيمان متوازية. حسب النظرية العكسية لطالس. بهذه البساطة. تعالوا يا أبنائي. نجرب ذلك. انظروا بأمعينكم. كيف تتم العملية بطريقة سليمة. إذا. عندنا آ. قلت آ أ. على. إذا هذا. على هذا. على آ بي. نجده. يساوي لنا ماذا. تابعوا جيدا. يساوي لنا آ دي. على ماذا. على آ سي. هكذا تقول قاعدة. يعني تقول حتى أسهل لكم. فيصبح هذا. يوازي هذا. انظروا. لأن الآ هي أصبحت النقطة ثابتة. إذا انظر. يصبح هذا. يوازي هذا. يعني هو البسي. بهذه البساطة. وانظروا هنا. يعني نعم أصبحت القاعدة صحية. إذا انظروا إلى علاقة نظرية العكسية لطالس. آ أ. آ أ. نحن نعلمها. ها هي أمامكم. الآ أ هي واحد ونصف. على آ بي. آ بي يا أبناء لا تنسوا. هي موجودة في التمرين. ها هي الآ بي. هي أربعة ونصف. هل تساوي إذا وجدناها تساوينا آ دي. آ دي يا أبناء لاحظوا من هنا إلى هنا كم. يوجد لنا إثنان. يقول أحدكم. لكن من أين وجدت هذا يا أستاذ. يا أبناء إذا قلنا من هنا إلى هنا يوجد لنا الستة. وهذه إثنان. وهذه إثنان. فكم يكون هذا يكون لنا إثنان. هذا لا جدل في ذلك. فتصبح لنا إثنان على آ سي. ها هو الآ سي. وهي ستة سنتيمتر. تصبح كم. قوموا بالآلة الحاسيبة هنا. سوف تعطيكم واحد على الثلاثة. وتصبح من هنا كذلك واحد على الثلاثة. هذه قوموا بالقسمة هنا على إثنان. وهنا على إثنان. بهذه البساطة. وقوموا بالقسمة هنا كذلك. أو بالاختزال. سوف تجدون. لأن هذه تكتب. يا واحد على خمسة. في ثلاثة في واحد على خمسة. فيختزل هذا مع هذا. تبقى لنا ثلث ثلث. إذن أصبحت تلك النسبة. التي هي مثلا. بالتقريب ليس كما. صفة فاصل ثلاثة ثلث. لكن نتركها ثلث أفضل. إذن فتلك النسبية موجودة. انظروا. وهذه تصنى ثلث. بهذه البساطة. ومنه. حسب. النظرية. العكسية. لطالس. لطالس يا أبني. فإن. ماذا نقول بأبسط طريقة. فإن. تابعوا. انظروا. تابعوا. الأمر جدا بسيط. فإن. ماذا. فإن. د. ا. يوازي. بي. سي. بهذه البساطة. هذه قاعدة دائم. عليكم أن تفهمها. الآن. بعدما وجدنا هذه النسبية موجودة. يقول أحدكم يا أستاذ. ولو نحسبها بقاعدة. الرابع. المتناسب. يعني هذا في هذا يسويها. نعم. يجوز. ما نأتي بي. نقول هذا في هذا يسوينا هذا في هذا. معنا تصبح لنا واحد ونصف. في ستة. نجدها تسوي أربعة ونصف. في إثنان. ونعم. والكلام صحيح تصبح من هنا تسعة تسوي تسعة. إذن. القاعدة صحيحة. بهذه البساطة. الآن. وجدنا أنهم. كيف هما. متوازيان بالنظرية العكسية. لفيتاغورس. لطالس. العفو. الآن. بعدما أكملنا مع هذه. جاء السؤال. ثم أحسب. د. أ. يعني أراد منا أن نجد هذا البعد. د. أ. نقول هنا. كيف نقول. نقول حسب. إذن. حساب. د. د. أ. هذا الطول. أكتبها بخط واضح. ربما حتى تظهر. د. أ. نقول. بما أن. هكذا القاعدة. بما أن. بي سي. يوازي. د. أ. هذه قاعدة. بما أن أصبح هذا. هذا. يوازي. هذا. انظروا. ض. فإن ماذا قل القاعدة. 2. فإن هذا الطول. الجواب عليه. التي تروني. تقلق على هذا الطول. ثم. ثم. الآfte. ط��.... ثم. بهذه البساطة إذن نحن نحتاج مثلا نأخذ هذا على هذا إذن فماذا يصبح يا أبنائي يصبح D لاحظوا إذن D على B C يساوي لنا يساوي لنا A D أو نأخذ مثلا هذا كذلك لهو هذا على هذا اللي هو على A B انظروا هنا أبنائي وتساوي كما قلت كذلك تساوي لنا A D على A C يصبح هذا على هذا أركزوا هنا أرجوكم حتى تتعلم هنا انتهى الدور الشكل يعني لا دعي لأني إلى الشكل سوف نستعمل مثلا نستعمل هذا نستعمل جداء الطرفين في جداء الوسط تساوي B C B C اللي هي سبعة ونصف في ماذا في A A اللي هو من هنا إلى هنا اللي هو واحد ونصف على A B اللي هو أربعة ونصف ونقوم بالحساب بالآلة الحسيبة اللي هي قلنا سبعة ونصف في واحد ونصف تقسيم أربعة ونصف تابعوا جيدا إذن أعيد إذن سبعة ونصف في واحد ونصف تقسيم أربعة ونصف أعطت لنا اثنان ونصف إذن أعطت لنا إذنان ونصف سنتيمتر لا ننسى الوحدة ها هي الطولة لو نطبق كذلك بالقاعدة ثانية ما هي القاعدة ثانية يصبحنا D E عفوا ركزوا أبناي الأمر الأمر جده جده بسيط نتابع الحالة الثانية نقول D E على ماذا على B C يساوينا A D على ماذا على A C بجداء الطرفين في جداء الوساطة يصبح لنا D E في A C يساوي لنا ماذا يساوي لنا B C في A D ركزوا هنا يا أبناء حتى تتعلم لاحظ يصبح لنا D E يساوي بما أن هذا فيفا ينقل تصبح لنا B C في A D على ماذا أبناء على A C ال B C نحن نعلم ال B C كم هو ها هو سبعة ونصف في A D ال A D هو من هنا إلى هنا نحن نعلم وهذا البعد هو إثنان على A C هذا الآس اللي هو ستة ونكمل نأتي بالآن للحاسيبة ونقوم نقول سبعة ونصف في إثنان تقسيم ستة أعطت لنا إثنان ونصف كذلك سنتيمتر بهذه البساطة المطلقة يا أبنائي ها قد وجدنا الطول ماذا الطول إذن D E يساوي إثنان فاصل خمسة سنتيمتر بهذه البساطة المطلقة فقط وفي الأخير أبنائي وبناتي أرجو أن استفدتم من خلال هذا الفيديو ولا تنسونا بالدعاء لنا في صلواتكم جزاكم الله خيرا كما أطلب منكم تطلب من الوالدين أن يدعو لنا كي نكمل مع أبناء المسير وزوروا صفحة لي صفحة الفيسبوك للأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار ودمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته